تناول الوسائل الإعلامية في اليونان للموضوع بتاع كرة القدم أو للعبة نفسها عمل إزاي من وجهة نظرك؟ ده هم واخدين يعني كافريج بتاعة الكورة هناك فضيعة بجد، زي مصر مهتمين بها جدا نحن برضو لا جدا حتى محطات راديو، قنوات تلفزيون، مواقع صحف متخصصة لا هناك اهتمام برضو زي الجمهور الحماسي بيكبر الميديا إنها بتشوف الماركت عايز حد يتكلم في الكورة فهتلاقي فيه كتير كلام في الكورة يعني الأستوديوات التحليلية، الجرائد، الراديو، كل شيء الحقيقة يعني حتى هم كتبوا عن الكتاب في اليونان جريدت متر سبورتي اليونانية من 10 الصحف اليونانية كتبت عن حفلة نادو تقديم الكتاب وتكلمت عن مجدي طلبة كمان تحديدا علشان شعبيته الكبيرة هناك ونشروا الصورة بتاعته من الحفلة وتكلموا عن إنه فيه كتاب بيورسط تاريخ العلاقة من مصر واليونان في الكورة بيتعامل في مصر نحن شايفين هول بالزبط يعني دي متر سبورت وده كابتن مجدي طلبة من الحفلة حفلة نادو التوقيع الكتاب فالحقيقة يعني بالنسبة لي أنا شايف إنه لا الإعلام اليوناني مهتم بكرة القدم جدا جدا اشتركوا في القناة